موسيقى الرئيس السيسي يؤكد أن مصر داعمة لكل ما يحقق مصالح العراق وشعبه وحافظ على أمنه واستقراره في أول مؤتمر الانتخابين منذ أعلان تعافيه من كورونا ترامب يقول أنه سيفوز على جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات تجدد المعارك في أقليم ناجورنو كرباخ وموسكو تطالب تطبيق صارم للهدنة موسيقى السابع صباحا في القهران بكم في نشرة النخبارية جديدة على شاشة النيل الأخبار تقرر رئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين وأعرب عن حرص مصر على دافع أطر التعاون مع العراق الشقيق نحو أفاق جديدة وخلال لقائه بالرئيس التنفيذي لشركة إنيل إيطالية البترول وجه الرئيس بوزارة البترول بموصلة التعاون المكثف مع شركة وتأسيل نشاطها في مصر استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور فؤاد محمد حسين وزير خارجية جمهورية العراق وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور أحمد نيف الدليمي السفير العراقي بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية العراقية نقل إلى السيد الرئيس رسالة من أخيه السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقية تضمنت الإشادة بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصري الملهمة في مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق خاصة في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية كما ثمن وزير الخارجية العراقية الدور المصري الداعم للعراق الذي يمثل عمقا استراتيجيا لبلاده على المستوى العربي والأفريقي والعالمي خاصة فيما يتعلق بمواجهة تحديات المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه السيد برهم صالح الرئيس العراقي والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي معربا سيادته عن حرص مصر المتبادل على الدفع بأطر التعاون مع العراق الشقيق نحو أفاق جديدة ومتنوعة سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن الشقيق ومؤكدا سيادته على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق والتي تتمحور حول دعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي وأن مصر داعمة لكل ما من شأن أن يحقق مصالح العراق على مختلف الأصعضة ويساعده على تجاوز كافة التحديات ومكافحة الإرهاب ويحافظ على أمنه واستقراره وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف التنصيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة وبما يحقق أمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والسيد أليزاندرو بوليتي رئيس الاستكشاف والإنتاج بالشركة إيني وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول متابعة نشاط شركة إيني في مصر بمجال التنقيب والاستكشاف والإنتاج بقطاع الغاز والبترول وقد استعرض رئيس شركة إيني مجمل تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج خاصة في البحرين الأحمر والمتوسط والمنطقة الغربية مشيدا بمسيرة الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية والتي تحظى بدعم مباشر من السيد الرئيس الأمر الذي كان له بالغ الأثر الإيجابي على نجاح أعمال الشركة وأنشطتها في مصر وجعلها أحد أهم الدول لعمل الشركة على مستوى العالم وفي هذا السياق أعرب السيد الرئيس عن التطلع لمواصلة الشركة التوسع في أنشطتها في مصر خاصة في مجال التنقيب وذلك لتعظيم موارد الدولة من الغاز والبترول واستغلالها على النحو الأمثل لصالح عملية التنمية والاقتصاد الوطني إلى جانب سعي مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة موجها سيادته في هذا السياق وزارة البترول وهيئاتها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتسهيل نشاطها في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة الإيطالية التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاثنين فؤاد حسين وزير خارجية العراق وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على محورية العلاقات المصرية العراقية عبر العصور كما أكد على تطلع مصر لعقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق قريبا وأن تكلل الاجتماعات بالاتفاق على ملفات تعاون تعود بالخير والنماء على شعبي البلدين كما أربى رئيس الوزراء عن دعم مصر الكامل للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي حتى تحقق ما يصب عليه العراق الشقيق من تنمية وتقدم يجتمع اليوم ثلاثاء وزير خارجية سمح شكري مع نظيريه العراقية والأردنية في إطار الألية الثلاثية للدول الثلاثة ويبحث الاجتماع وضع الأتر التنفيذية الخاصة بتفعيل مجالات التعاون الاقتصادية كما يبحث الاجتماع أيضا الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية كان وزير خارجية سمح شكري قد أكد عمق العلاقات المصرية العراقية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين عقب مباحثاتهما بالقاهرة في إطار دعم العلاقات المصرية العراقية وزيادة التعاون عقد وزير الخارجية سمح شكري جلسة مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين والذي يقوم بزيارة إلى القاهرة حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية محل اهتمام المشترك العلاقات المصرية العراقية دائما سعية لتعزيز التعاون والتضامن العربي والدفاع عن المصالح العربية المشتركة نقدر التحديات وهي تحديات مشتركة التي تواجه العراق وعلى أتم استعداد للتعاون لمواجهة هذه التحديات من منطلق الدعم للحكومة العراقية للعمل على الحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيها أكد وزير خارجية العراق أنه شارفة باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له مشيرا إلى أن القاهرة بالنسبة لبغداد تلعب دورا أساسيا في علاقاتها الخارجية اتباحتنا اليوم حول مختلف المواضيع وأكدنا على العلاقات التاريخية والعلاقات المشتركة بين البلدين وتطرخنا إلى مواضيع اقتصادية وقضايا الطاقة وخاصة في مجال الكهرباء والغاز بالإضافة إلى العلاقات التجارية والعلاقات الأمنية والعسكرية وأيضا العلاقات الثقافية والتربوية أشار سامح شكري إلى أن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق معنيين بالتنصيق ووضع الأطر التنفيذية الخاصة بتفعيل عدد من المجالات وأن اجتماع الغد سوف يتيح مناقشة مواصلة التنصيق والحديث فيما هو قادم من تعاون في المجالات الاقتصادية بين الدول الثلاث وتزليل أي عقبات تعترض الانطلاق في هذه المجالات تأتي المباحثات لتؤكد أهمية العلاقات المصرية العراقية لدعم القضايا العربية الملحة وخاصة قضايا الأمن القومي العربي وكذلك زيادة التعاون بين البلدين في الفترة القادمة لدعم التنمية في كل البلدين من وزارة الخارجية منذر أبو دوح أنير بحث الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت مع وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين الأوضاع والمستجدات على الساحتين العربية والعراقية وقال مصدر المسؤول بالأمنات العامة أن أبو الغيت أكد خلال اللقاء تقديره للكبير للدول الذي يقوم به العراق على صعيد تعزيز العمل المشترك العربي ودعم الجامعة العربية وثمنا موقف بغداد هي العدد من القضايا العربية المهمة المطروحة على الساحة حاليا كشف باريد إلكترني مسرب عن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ارتباط الوزير الوثيق بقناة الجزيرة ومحاولات استغلالها في نشر الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط وجاء الكشف عن البريد الإلكترني بعد أعلن الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرا رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية في استخدام هيلاري كلينتون جهاز خادم خاص لإرسال البريد الإلكترني الحكومي كان وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو قد تعهد بنشر رسائل البريد الإلكترني المثيرة للجدل والتي تعود للديمقراطية هيلاري كلينتون وهي رسائل يقول المعسكر الرئيسي الجمهوري أنها ستثبت أنه ينبغي محاكمة كلينتون وقال في تصريحات لقناة فوكس نيوز أنه سيتم نشر عديد من هذه الرسائل قبيلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمقرر لها الثالث من شهر نوفمبر القادم ترأس مصر الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف المعنية بمكافحة الكريمة المنظمة عبر الوطنية وجاءت رئاسة مصر بعد انتخاب سفير مصر محمد الملة بالإجماع رئيسا للمؤتمر بمشاركة مصرية رفيعة المستوى برئاسة سفير محمد الملة سفير مصر بالنمسا ومن دوبة الدائم لدى المنظمات الدولية مصر ترأس الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيث بدأت بمقر الأمم المتحدة في فين أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وهي الدورة التي تتزامن مع مرور عشرين عاما على دخول الاتفاقية حيز النفاس مصر تولت رئيسة هذا المؤتمر بناء على ترشيح المجموعة الأفريقية وموافقة المجتمع الدولي بالإجماع الدورة العاشرة لمؤتمر اتفاقية الجريمة العبرة للحدود مؤتمر في غاية الأهمية نتوقع كأمم المتحدة أن تزداد أنشطة عصاة الجرائم المنظمة عبر الوطنية في مجالات محددة مجال الإتجار في الأدوية والتطعيمات الفاسدة مجال الإتجار في الأجهزة الطبية الفاسدة مجال أيضا الإتجار في البشر اليوم بدأنا بانتخاب المكتب وانتخبت مصر لرئاسة هذه الدورة وهكذا نرى أن مصر تتألق دوما في ظل القيادة السياسية الحكيمة تحت رئاسة القائد البطل الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتخاب سفير مصر لدى النمسا سفير محمد الملة رئيسا لهذا المؤتمر من جميع الأعضاء بالإجماع من مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية قناة النيل الإخبارية مصطفى عبد الله فيينا قال رئيس الحكومة اللبنانية السابقة زعيم تيار المستقبل سعد الحريري أن المبادرات الفرنسية لدعم ومساندة لبنان تمثل الفرصة الوحيدة والأخيرة الباقية للإنفاذ وإعادة الأموار من جديد اليوم تشرفت بلقاء فخامة الرئيس وبلغته أنه سأبعث وفد للتواصل مع جميع الكتل السياسية الرئيسية للتأكد من أنها بعدها ملتزمة بكامل بنود الورقة يلي وفقت عليها سابقا بأول شهر الماضي بقصر سنوبر بحضور الرئيس مكرون والهدف من السؤال هو أني أنا مقتنع أن مبادرة الرئيس مكرون هي الفرصة الوحيدة والأخيرة الباقية لبلدنا لوقف الإنهيار وإعادة إعمار بيروت جميع القوى السياسية وجميع اللبنانيين بيعرفوا هالشي وبيعرفوا أنه ما عاد عندنا وقت نضيعوا على المهاترات السياسية وأنه الإنهيار الكبير عم بيهدد بلدنا بمزيد من المقاسة وبيهدد الدولة بالزوال الكامل هذه الفرصة الأخيرة هذه المبادرة الفرنسية قائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين ما بينتموا للأحزاب تعمل إصلاحات محددة هكذا الرئيس الأمريكي ترامب في أول مؤتمر الانتخابين منذ أعلن تعفيه من فيروس كورونا سيتمكن من الفوز على جو بايدن ومرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات وفيما يتعلق بغود مكافحة فيروس كورونا أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستكشف عن اللقاح الآمن ضد الفيروس قريبا بعد نحو إزوء من خروجه من المستشفى عاد الرئيس الأمريكي لمسار حملته الانتخابية للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا حيث يحاول تعزيز جهوده في المرحلة النهائية من الانتخابات من الرائع أن أعود إلى ولاياتي فيلوريدا لتشين عودات رسمية لمسار الحملة الانتخابية نحن نمضي لجعل هذا البلد أكبر من أي وقت مضى ترامب الذي يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاستطلعات الرأي شارك في تجمع انتخابي في ولاية فيلوريدا المحط الأولى لإسبوع مزدحم يشمل تجمعات في عدد من الولايات نحن إدارة كما تعلمون ثم يقولون إنهم يريدون معرفة ما إذا كنا سنوافق على نقل ودي للسلطة منذ أربع سنوات وهم يحاولون الإطاحة بنا من المنصب لكننا سنرعي كل ذلك بعد الانتخابات لقد فاجأناهم وبالمناسبة كان أوباما وبيدن يعرفان كل ما كان يحدث وهجم الرئيس ترامب منافسه جو بايدن مؤكدا أن لديه أجندة كارثية ستعمل على تدمير الاقتصاد وتقليل دخل الأمريكيين ويؤكد جدول الأعمال القوي على حجم العمل الذي يتعين على ترامب القيام به حيث يحاول كسب أصوات قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات ويأتي ذلك في خضم أسئلة لا تزال بدون إجابة حول تأثير رحلات السفرية الكثيرة على صحة الرئيس البلغ من العمر 74 عاما حيث غالبا ما يكون تطورات مرض كوفيد-19 غير متوقعة ويمكن أن تكون هناك مضاعفة على المدى البعيد في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قال جو بايدن المرشح الديموقراطي للانتخابات أن هذه هي أهم انتخابات في حياة الشعب الأمريكي لأنها ستحدد الرئيس القادم ليس فقط للسنوات الأربع القادمة بل ربما لعقد جديد هذه هي أهم انتخابات في حياتنا ليس لأنني مرشح بل لأنها مهمة حيث ستحدد الرئيس القادم ليس فحسب للسنوات الأربع المقبلة بل للعقد المقبل أو أكثر لأن هناك فرقا جوهريا صارخة ويمكنكم هنا في سنسيناتي أن تحدثوا فرقا كبيرا وفرقا كبيرا في أوهايو حثت روسيا كل من أذربيجان وأرمينيا على تثبيت فوري لوقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه بين الجانبين في أقليم نغورنو كارباخ المتنازع عليه بين الدولتين وقد بدلت أذربيجان وأرمينيا لاتهامات بينهما بشأن هجمات جديدة في الأقليم بعد اتفاق الطرفين على بدء هدنة إنسانية على وقع تجدد القتال بين القوات الأذرية والانفصاليين الأرمن بإقليم نغورنو كارباخ تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لإنقاذ هدنة وقف إطلاق النار التي جاءت من خلال الوسيط الروسي وبعد يومين من بدء سرايان وقف إطلاق النار اندلعت الشباكات جديدة بين القوات الأرمينية والأذرية فيما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الهدنة في العاصمة الروسية أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف مع نظيره الأرمني مبحثات للعمل على إنقاذ الهدنة من الانهيار دعيا باكو ويرفان إلى احترام الهدنة وإنشاء آلية للتحقق من تطبيق وقف إطلاق النار بسبب الوضع الحارق في ناغورنو كارباخ لا يمكن تأخير التوصل لعليات التحقق من وقف إطلاق النار من أجل تبادل الأسرى وإعادة جثث القتلى إلى ذويهم ويجري العمل على ذلك من خلال روسيا والشركاء في مجموعة مينسكا والصليب الأحمر الدولي بدوره قال وزير خارجية أرمينيا التي تتهمها باكو بدعم الانفصاليين في ناغورنو كارباخ قال إن بلاده تتمسك بالحل السلمي محذرا من أن الحل العسكري يهدد المنطقة ككل موقفنا لا يزال كما هو لا بديل عن الحل السلمي وإذا اخترت أذربيجان طريق القوة لتعزيز مواقعها فلن يكون هناك حل سلمي ولا سلام في المنطقة نحن نرفض هذا التوجه وكان الطرفان الأذري والأرميني قد توصل بوساطة روسية إلى وقف لإطلاق النار السبت الماضي لأسباب إنسانية لكن الهدنة لم تصمد وتبدل الجانبان لاتهامات بقصف مكثف لمناطق مدنية وتصعيد الاشتباكات العنيفة على مدى إسبوعين والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحة أعلنت وزارة الصحة خروج نحو 55 منتعافياً من فيروسي كورونا من المستشفيات وذلك بعد تمام الشفاء ليرتفع أجمال المتعافين من الفيروس لنحو 97743 حالة وقد أوضح دكتور مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم تسجيل نحو 232 حالة إيجابية جديدة تبتت تحليلها إيجابية للفيروس وفات نحو 10 حالات وبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر نحو 104 حالات و 648 حالة قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دروس أدهنهم أن التوصل للقاح ضد فيروس كورونا بات قريباً وأتوقع أن يكون اللقاح جاهزاً في أواخر العام الجاري أو مطلع العام القادم كانت هناك نقاشات مؤخراً حول ما يسمى بمصطلح مناعة القطيع والذي يفهمه البعض على أنه ترك الفيروس ينتشر وهذا ليس صحيحاً منعت القطيع تم التوصل لها عن طريق حماية الشعوب من فيروس ما وليس بتعريضهم له ففي مرض مثل الحصبة على سبيل المثال في حال تم تلقيح 95% من شعب معين تعتبر نسبة الخمسة بالمئة المتبقية محمية من تفشي الفيروس منعت القطيع لم تستخدم على الإطلاق في تاريخ الصحة العامة كاستراتيجية في التصدي لتفشي فيروس ما فكيف يمكن استخدامها في مواجهة جائحة؟ إن هذا أمر غير علمي وغير أخلاقي ارتفعت حصيلة مصابي فيروس كورونا حول العالم إلى نحو 38 مليون مصاب في حين تجاوز عدد الوفيات المليون وثمانين ألف وقد تجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من دول العالم تسجيلاً للإصابة نحو ثمانية ملايين وتوفي نحو 220 ألف واجعت الهند في الترتيب الثاني من عدد الإصابات بأكثر من سبعة ملايين إصابة تليها البرازيل بأكثر من خمسة ملايين إصابة إلى أوروبا التي تشهد موجة ثانية من تفشي الفيروس فقد قدم رئيس الوزراء البريطاني وارل جونسون نظام إندار جديد من ثلاث مستويات يطبق مجموعة القيود اعتباراً من الأربعاء وبينما فرضت أسبانيا إغلاقاً جزئياً لم تستبعد فرنسا فرض إغلاق شامل وتعتزم إيطاليا فرض قيود جديدة لمواجهة الطفرة في الإصابة في مسعى لمواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا وعدم تعريض الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا لضعط هائل حدد رئيس الوزراء بوريس جونسون نظاماً من ثلاثة مسويات لإجراءات العزل العام المحلية في إنجلترا تشمل قيود العزل العام إغلاق الحانات في مناطق موضوعة بمساوى تأهب أي المرتفع للغاية والمسويان الآخران في النظام هما مرتفع ومتوسط ندخل مرحلة جديدة وحاسمة في محاربة فيروس كورونا لأن عدد الحالات ارتفع أربع مرات في أربعة أسابيع وهو ينتشر مرة أخرى بين الكبار والصغار وهناك بالفعل مرض كوفيد-19 في المستشفيات أكثر مما كانوا عليه في الثالث والعشرين من مارس عندما دخلت البلاد في إغلاق تام كما أن الوفيات ترتفع من جديد ويتعاين علينا أن نتحرك الآن وفي فرنسا رغم تراجع حالات الإصابة الجديدة بمقدار نصف إلى ثمانية ألاف حالة في الأربع والعشرين ساعات الماضية إلا أنه يظل كبيرا وتستعد سلطات الصحية الفرنسية لأي سيناريو في ظل الطفرة الأخيرة للإصابات كما لم تستبعد الحكومة إعادة فرض إغلاق شامل إغلاق طبقة إسبانيا ولكن بشكل جزئي للحد من الفيروس الذي أصاب ثمانية وعشرين ألفا منذ يوم الجمعة الماضي وفقا للسلطات ما أثار سخط المواطنين حيث نزل الألاف بسياراتهم إلى الشوارع احتجاجا على الحكومة وعلى سوء إداراتها لأزمة كورونا وبعدد بلغ أكثر من ثمانمائة وواحد وستين ألف إصابة وثلاثة وثلاثين ألف وفاة كانت إسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضرورا بالفيروس في أوروبا الوضع في فرنسا وإسبانيا دفع المسشار النمسوي خلال زيارته لألمانيا للتحذير من خطورة الفيروس العين نشهد حاليا موجة ثانية في أوروبا إنه وضع صعب للغاية حيث ترتفع الإصابة في أنحاء أوروبا وبشكل كبير لدى جيراننا في الشرق خاصة جمهورية ألتشيك وهناك دول كفرنسا وإسبانيا تثبت كيف أن الفيروس بإمكانه حقا أن يكون مروعا وكيف يمكن أن يتسبب سريعا في وضع دراماتيكي وفي كل شارع من شوارع العاصمة الإيطالية روما كانت الكمامات الملمحة سائد بين المواطنين بينما تستعد الحكومة لفرض قيود جديدة على مساوى البلاد لمواجهة الطفرة الأخيرة في الإصابات وفي كينيا استنفت المدارس عملها بعد 17 من إغلاقها مع مراعاة إجراءات احترازية حدثتها الأجهزة الصحية في البلاد بعد سبعة شهور من إغلاقها استنفت المدارس في كينيا أعمالها بمرعاة إجراءات احترازية حددتها الأجهزة الصحية في البلاد شملت الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا في المدارس قياز درجات حرارة طلاب قبل دخولهم المدارس وارتداء الكمامات فضلا عن المحافظة على غسيل الأيدي وعلى الرغم من بساطة الإجراءات الاحترازية المطبقة في المدارس للوقاية من فيروس كورونا إلا أن بعض الأسر الكينية تفضل إرسال أطفالها إلى المدارس باعتبارها أفضل حالا من بيوت هذه الأسر في توفير مستلزمات الوقاية ومع ذلك لا يملك كل أولياء الأمور إرسال أطفالهم إلى المدارس لضيق ظروفهم بعد أن فقد مئات الألاف لوظائفهم في ظل الإجراءات الاستثنائية التي طبقتها الحكومة الكينية للوقاية من فيروس كورونا وتسببت في تضرر الكثير من الأنشطة الاقتصادية يأتي إعادة افتتاح المدارس في كينيا وسط تقديرات بطراجع مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياتي أكثر من 700 شخص في البلاد سمحت سلطات في بيلاروسيا للشرطة باستخدام أسلحة قتالية في الشوارع إذا لزم الأمر لرد على ما وصفته وزارة الداخلية بأن احتجاجات مناهضة للحكومة تزداد تطرفا وقالت الشرطة أنها اعتقلت أكثر من 700 شخص في احتجاجات حاشدة واستخدامت توقعات الأمنة التاسعة والدعوات لتفريق الحشود والتي تطالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة ويتظاهر عشرات الألاف مطلع كل أسبوع منذ انتخابات التاسع من أغسطس الماضي والتي أعلن فيها فوز الرئيس أليكسندر ليكوشينكو ونشرتنا متواصلة بحما حضرتكم فيها بعد الفاصل منح جائزة نوبيل في الاقتصاد للعالمين الأمريكيين بول ميليجرام وريبورت ويلسون لما قدماه من تحسين لنظرية المزاد أهلا بكم جديد في هذا الفاصل الاقتصادية رئيس الوزراء دكتور مصافة مدبولين ملف تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تعمل الحكومة عليه حاليا وذلك فطر تحسين لواجهة الحضرية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها كذلك خل الاجتماع لدى عقده مدبولي لمتابعة تنفيذ تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مشروع سكنية حضرية متكامل خدمات بالمحافظات على غرار مشروع الأسمرات وبشار الخير من جانبي عرض مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية خالد صديق تقاريرا حول تطوير المقترح لتنفيذ المشروع وعدد من المحافظات كما تناول الاجتماع الموقف الخاص بمواقع تطوير في كل محافظة على حداء من ناحية أخرى بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لموقف التنفيذي لعداد منظومة تحصر وإدارة الثروة العقارية وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعطة وخلال الاجتماع كدر رئيس الوزراء أهمية الإسراء بتنفيذ المنظومة مشيرا أن تلك المنظومة تعطى ضمانة حققية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية من جهة يوضح وزير الاتصالات أن المنظومة تستهدف تحقيق الإقرار الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قائدات بينات متكاملة دقيقة في سياق آخر أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تمضي قدما فيما سعت إليه بشأن تطوير شركات القطاع العمال والتي ظلت تعانم العديد من التراكمات طيلة الأعوام الماضية وخلال اجتماع استعرض وزير القطاع العمال العام عددا من ملفات عمل الوزراء والتي تعكف على الانتهاء منها خلال هذه الفترة وأشار الوزير أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديد والشركة القابطة للنقل البري والبحري لدراسة وتنفيذ مشروع لنقل متعدد الوسائط وذلك خلال استخدام الموارد المتوفرة في الجهتين أشهد البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر والتي أسهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز إثقة المستثمرين وزيدة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وذكر البنك في تقاريره أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر العام الماضي سجلت ارتفاع بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار وصفا مصر بأنها النقطة المضيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوضح البنك أن جزءا كبير من هذه التدفقات موجهة إلى قطاع النفط والغاز في حين حصل قطعية التلصالات والسلع الاستهلاكية على حصة من رأس المال الوافد لمصر تطرح على هي العمل التنمية الصناعية كراسات الشروط العدد 1657 وحدة صناعية جديدة لصغار المستثمرين والرواد العمال في سبع مجمعات بمحافظات هي الأسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنسويف والمينيا وسواج والأقصر وقالت وزيرة التجارة والصناع عنيدين جامع أن هذا الترح يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة والهدفة إلى إنشاء 13 مجمع صناعيا جديدا بمحافظات الواجل البحري والقبلي وتشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافقة قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين جوفيرا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أن المجتمع الدولي بحاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات المنسقة للتغلب على تدعيات الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا وأضافت أن صندوق النقد يبحث ويحث على تهيئة العديد من حقوق السحب الخاصة لديه لمساعدة دول تحتاج لقدر أكبر من الدعم لكن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لم تشر لاستخدام احتياطات الذهب لدى صندوق النقد لزيادة الإقراض فاز العلمان الأمريكيين بول ميليجرام وريبورتو ويلسون بجائزة نوبيل للاقتصاد لعام 2020 وأضحت لجنة الأكاديمية السويسرية المنحة لجائزة لعالمين عمل على تحسين نظرية المزاد التجارية وابتكار أشكال جديدة للتنظيم قررت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم منح جائزة نوبيل في الاقتصاد مناصفة بين العالمين بول ميليجرام وروبرتو ويلسون لما قدماه من تحسين في نظرية المزاد واختراع أنماط جديدة له هكذا فاز العلمان الأمريكيين بول ميليجرام البالغ من العمر 72 عاما وروبرتو ويلسون البالغ من العمر 83 عاما بأسمى جائزة دولية في الاقتصاد لأبحثهما في تطوير أنظمة المزادات بشكل يفيد كلا من البائع والمشتري في الموقع العالمي للمزادات توجد عدة أساليب تقود طبيعة عمل المزادات لذا كان يجب علينا أن نبتكر أنماط جديدة أطلقنا عليها قواعد النشاط تعد هذه القواعد وسائل تلزم المزايدين بالكشف عن اهتماماتهم بشأن الأمور التي تقصون عنها من خلال هذه الأساليب يمكن حل المشاكل التي كانت تكتنف طبيعة إجراء المزادات وبالمثل جاء ابتكار العالم الأمريكي بول ميلجروم لتحسين عمل أنظمة المزادات عبر الإنترنت الأهداف التي خططنا من أجلها في عمل المزادات تعتمد على استخدام الجيل الخامس من النظام التكنراجي للمزادات وذلك لتحسين تقديرات الأسعار المطروحة وتعويض الأشخاص الذين تلحقهم الخسارة وتبلغ قيمة جائزة نوبل للاقتصاد مليون ومئة واربعين ألف دولار وهي ليست واحدة من الجوائز الخمس الأساسية التي أنشأها العالم شهير ألفرد نوبل عام 1895 لكن البنك المركزي السويدي هو الذي استحدث هذه الجائزة ضمن إطار جوائز نوبل وتم منحها لأول مرة عام 1969 في مدينة البصر العراقية يلتقي الكتاب والشعراء منذ عام 2015 في سوق الفراهدية للكتب قبلة المثقفين وينصب نحو أربعين مباعة الكتب من الصوتهم وأرادون بضعاتهم لاستقبال محب القراءة والذين يفدون بالعشرات على هذا المكان كانت سوق الفراهيدي للكتب التي تحمل اسم الخليل ابن أحمد الفراهيدي عالم فقه اللغة قبلة المثقفين الأسبوعية في مدينة البصر العراقية حيث يلتقي الكتاب والشعراء منذ عام 2015 شارع الفراهيدي هو بغض النظر عن شارع ثقافي ليس لبيع الكتب فقط أو لبيع الأدوات الأخرى من النشاطات الفنية الأخرى إنما هو فرصة لالتقاء وتلاقح الثقافات يعني هنا أكثر الشعراء جايجون يطعون نتاجاتهم المؤلفين والأدباء والفنانين من الرسامين وغيرهم فشارع الفراهيدي صار يعني هو ملتقى أسبوعي مهم لكل مثقف ولكل صاحب فكر في البصرة لكن عندما ضربت أزمة تفشي فيروس كورونا البلاد أغلقت السوق لمدة سبعة أشهر حتى أعيد فتحوها من قديد جائحة كورونا مثل عطلت الثقافة أكيد كما عطلت أغلب الحياة الواقعية في العالم الرياضة والسياحة الثقافة حال حال هذه الأشياء ولكن المثقف والمفكر والكاتب يستغل هذه الأوقات ظهرت نتاجات فكرية وكتب وتقام السوق في ساحة عامة وسط البصرة حيث يعرض نحو أربعين من باعة الكتب منصاتهم ويعرضون بضاعتهم لاستقبال محب القراءة الذين يتوافدون بالعشرات وأثناء فترة إغلاق السوق سعى بعض باعة الكتب لبيع كتبهم عن طريق مواقع التوصل الاجتماعي في المحاولة للحد من خسائرهم الاقتصادية والإبقاء على صلاطهم بالقراء هنا مصورة خاصة التي هي تصور الكتب وتعرضهم بطريقة رائعة وتجذب الناس أكثر مثل ما تعرفونهم طريقة التصوير تجذب الناس قبل العنصر وإلى جانب كونها مصدر رزق لباعة الكتب أصبحت السوق بوطقة تنصهر فيها الثقافات ويجد فيها المثقفون ملاذهم وأصبح الآن بإمكانهم اللقاء كل جمعة لمناقشة أحدث الروايات وتبادل الأراء وهم يجبون الشارع ويتفقدون الكتب الجديدة وفي الختام دائما نتذكر حضراتكم بأبرز مجأة في نشراتنا من الأخبار الرئيس السيسي يؤكد أن مصر داعمة لكل ما يتحقق مصالح حراق وشعبه ويحافظ على أمنه واستقراره في أول مؤتمر الانتخابين منذ إعلان تعفيه من كورونا ترامب يقول أنه سيتمكن من الفوز على بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات تجدد المعارك في قليمنا جورنو كرباخ وموسكو تطالب بتطبيق إيصار من لينهدنا ختام أخبار السابع نشكر لكم مرطيب المتابعة رفقنا من لغة الأشارة زميلة رضا عبد المنم إلى تقال اشتركوا في القناة